أحد مؤسسات المجتمع المدني تحررت مدينة مارب وتغير كل شيء بما في ذلك أحلام الشباب وطموحاتهم وبات الجميع يتسابق على الحياة هنا نسوة جعلن من المكوث في المنازل خياراً بديلاً وشباب تركوا التمترس خلف العادات واستبدلوا السلاح بأقلام المعرفة وصفحات التجربة نستطيع الدفاع عن المحافظة وأقليمنا أقليم سباب الحرف والكلمة لنصبحوا قادرين على نشر الصباقة للخبر وتكوين الرأي هناك إضافة كبيرة واستفدنا خرقنا بكمية وفيرة من المعلومات أشرون شاباً وشابة خاضوا غمار تجربة جديدة وبتعاون مع منظمة حماية للحقوق والحريات حيث تبنت آمال الشباب وعملت على تنفيذ برنامج تدريبي للمهارات الإعلامية وفن الإلقاء مستقلين تواجد عدد كبير من المختصين في المدينة الذين أرادوا رد الجميل للأرض والإنسان سعدت وأنا أدرب اليوم كوكبة من القيادات الشابة هنا في مأرب لديهم من الحماس والنشاط وروح المبادرة لا شيء متوقف هنا الشباب المشاريع المبادرات الحكومة التي بدت أكثر تصميماً وشعوراً بالمسؤولية تجاه من تراهم ميزانية البلد ومخزونه الاستراتيجي يصيقون أهدافهم المستقبلية محاولين بتصميم وإرادة لا تعترف بالظروف والأزمات ليكونوا وجه المدينة الوضاح بالكوادر المؤهلة وكلهم ثقة أنه في اللحظة التي يلتزم فيها الإنسان لنفسه بتحقيق ما يريد فإن الحياة ستهب لمساندته خليل الطويل قناة بلقيس مأرب ترجمة نانسي قنقر